يعني كل واحد هيحتاج ايه مثلا مليون اتنين تلاتة عشان الكلام اللي بتقولوه يطلع ويبقى فعلا مش بس ينجح كفكرة لأ ينجح كمشروع ينجح كمشروع من اول كلام اللي قالو السمويل والمرداية من محمد والزمل اللي تكلموا كلهم والزميلات طبعا او بناتي يعني او كده اللي تكلموا كلهم لا احنا جاهزين وانتوا وقفين كده قدامي هقول مبدئيا كده هو الارقام اللي انتم بتحلموا لا مش بتحلموا ما تحلموش هتتوفر لهم مش منجيب الحكومة طب ليه مش منجيب الحكومة لان انا مرتب ترتيبات تانية الحكومة يعني ما تزعلوش ما تزعلش يا دكتور مصطفى الدكتور مصطفى والحكومة مطحونة جدا الكلام اللي كان بيكلموا دلوقتي هو بيكلم على محافظة واحدة وتكلم اقسم كلام نصين نص عمل من غير حياة كريمة ونص بيتعامل بحياة كريمة وقال الرقم كله تعريبا غير الحياة كريمة اللي صرف حتى الان سبعة تريليون وانا بقول لكل المصرين اللي بيسمعوني ولكم اللي موجودين ما هاي السبعة تريليون ده رقم متواضع جدا قدام الحلم قدام ايه الحلم انا جاي بالطريق وجاي بالطيارة وبشوف الحاجة المباني اللي تحت بيني ده لسه بدري لسه بدري قاوي 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 انا بتكلم بده لسه بدري وده مش معناه انا قلت الكلام ده في الفطار مع في القرية قرية ابنهما يعني قلت ايه قالوا ان السعيد كان مهمش ومتنسي وانا بقول لكم لأ السعيد لا كان مهمش ولا متنسي البناء ما كانتش قادرة بس وانا اعريب بقول لكم كده ليه عشان احنا لازم نحترن عقول بعض ونبقى موضعين وصدقين في التقدير والتقييم لواقعنا ونعرف ليه احنا وقعنا كده وقعنا كده لان البلد مش قادرة البلد ايه دكتور مصطفى مش قادرة وما كانتش قادرة طب من ليه بتعمل ده قابل كل شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى وثانيا هو محاولة لتطوير الفكرة زي ما انتم بتفكروا كده عشان كده وانتم بتفكروا تلقينوا ان انا ايه متحمس اوليكم انا متحمس دايما للفكرة لان الفكرة ممكن تحل مسألة بالمصاري التقليدي ما تتحلش وبالفكرة تنجح بالمصاري التقليدي ما تنجحش وبالفكرة توفر بالمصاري التقليدي ما تمولش الفكرة كده البلد اللي ازروفها والناس اللي ازروفها مش متأسرة قوي ما عندهاش غير الحلم والفكرة والعمل انا حبيت اقول الكلمتين دول لان انتم يعني كنتم ملهمين بالنسبة لي كلكم بغض النظر عن مدى النجاح اللي ممكن يتحقق ورا كل موضوع انتم تكلمتوا فيه ورا كل موضوع انتم تكلمتوا فيه بس ترجع تاني اللي شرحوا دولة رئيس الوزراء ارجو ان احنا نتوقف قدامه كويس مش بس اهل سهاج ولا اهل السعيد لا انا بتكلم على كل المصريين واحد ديكم سال انا بتابع السوشيال ميديا جدا يعني وتعلاقات كل الناس وبجد مثلا ان حد يقولك ايه يعني يا كامل يا وزير مش كفاية اسفلت بقى يقولوا ايه كفاية اسفلت ده اول حاجة تتعمل الاسفلت شبكة الطرق عشان نوصل لكم وتوصلوا لنا الفضل اكام فانا بلاقي ان تعالي نقول معين الناس اللي بتقول كده بعيشة في مناطق ما شافتش اهلينة في كل حتة في مصر عايشين ازاي وبيمشوا ازاي والبنية الاساسية اللي عندهم اخبارها ايه احنا كنا بنتكلم نقول عندنا صرف صحي ولكن الصرف الصحي اللي موجود ده نسبته قد ايه عشرة في المية تلاتاشر في المية يعني انا اول ما بدأت سألت الدكتور مصطفى عندنا كان في المية انا بوقفكم كتير تلاتاشر في المية